السلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النواردة ان شاء الله انا جاي اتكلم فيه على الخدمة الجديدة هي مش جديدة هي قديمة ولكن التحديث الجديد الصراحة هو اللي كأن الخدمة الجديدة يعني في تحديث نزل من خدمة جوجل اضاف للخدمة دي اه يعني حاجة كأنها هي بالفعل جديدة وهو ان انت زي تقدر تحول النص الى صورة طبعا انت ممكن واحد من الناس كن عندك مفاجأ كده تقول ايه ده هو كان الاول يا جوجل اصلا عامل حوار ان انا ينفع احول النص الى صورة او يعني ان انا ارسم عن طريق زكالي صناعي اقولك اه بس ما حدش اتكلم عنه كون ان هو كان فاشل جدا وسيء جدا ولكن جوجل لازم تعلي على الكل وتعمل حاجة ما تعملتش قبل كده وبالفعل جوجل عملت بالفعل او اضافت تحديث حقيقي خرافي 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 وبشكل خاص في الواقعية او الرياليستيك وعشان ما طولش عليكم اول اما انت تروح عندك هنا افتراضا على الفيسبوك تمام يعني زي ما تشايف ده حسابي على الفيسبوك مجرد ما انت تكتب البحث هنا عندك اللي هو تمام او اللي هو التحديث التالت اللي عندك فيه ناس كتير او بتتكلم على التحديث كون ان هو واقعي جدا قدر الامكان لو انت جد بسيط يعني مسلا دي صورة مش حقيقية دي صورة مرسومة عن طريق جوجل هنا برضو نفس الفكرة للاسف برضو يعني احيانا الفيسبو يستهبل عندكم مسلا الصورة دي دي مش حقيقية دي صورة مرسومة عن طريق زكال صناعي نفس الفكرة مش حقيقية صورة مرسومة عن طريق زكال صناعي وهنا برضو نفس الفكرة صورة مرسومة عن طريق زكال صناعي اللي هو جوجل صورة اصلا تبص تقول استحان ان الصورة دي اصلا تكون يعني ازكال صناعي وانما دي صورة زكال صناعي فهمني الصورة دي مرسومة عن طريق جوجل فانا الصراحة يعني مش هتجنب يعني او انا هتجنب رسم الارواح. ليه? لان انا مش حابب ان انا ارسم ارواح. ولكن انا حبيت استعرض لكم اللي بالفعل الناس عملوه قبل كده او اللي هما استخدموه قبل كده. زي ما انت شايف. اوه. تمام? اوه. الصراحة الصور جميلة جدا. واقعية جدا بشكل مخيف. يعني حقيقي بشكل مخيف. وده الحلو فيه. يا ابني اتا تقدر ترسم صور يعني واقعية لدرجة مخيفة. يعني زي ما انت شايف الصور عاملة ازاي? انت شايف الصور عاملة ازاي? يعني والله ما تلاقي فيها غلطة. غلطة الايد. العروق اصلا في الايد. يعني انا مش عارف صراحة تظهر ولا لا. ولكن البص لو انت جيت بصيت هنا مثلا عندك. شايف العروق في الايد. يا جدعان اللي تبت على العربية. الانعكاس. انعكاس ايده هو. زي ما تشايف الانعكاس ايده هو على العربية. فانت اوتوماتيك هتقول عبل لطيف الصورة دي استحالة ان تكون زكاية صناعية. وانما زكاية صناعية والله. فده اللي يعني بقول لك عشان كده ده سبب الاسباب اللي خلاننا انتكلم عنه. خلاننا انتكلم عن طريق او يعني اه اتكلم عن الخدمة الجديدة دي. عشان تقدر استخدم الخدمة دي يعني انت هستخدمها ازاي؟ هتروح هنا عندك اللي موجود تحت في الوصف هتروح عندك عليه تروح هنا عندك على اللي هو طبعا لازم تسجل عن طريق جوجل لازم تسجل عن طريق جوجل طيب نروح بقى دلوقتي للحاجة وهو اننا اتخيل انا حابب ان انا ارسم ايه? طيب انا صراحة مفيش في دماغي اي افكار بس طبعا انا قلت هتجنب زيت الارواح ولكن هحاول ارسم حاجة يعني كده مختلفة وانا هحاول افكر ارسم ايه? طيب بصوا هاني لسه واكل بطاطس محمرة فامكن اجي هنا اكتب مسلا يا سيدة عشان بحب البطاطس بطاطس اه صمرت بطاطس تجلس على عرش ملكي وترتدي تاج واعلاها وبجانبها بجانبها اه علم لا علم مملكة البطاطس تمام تعال تشوف هيرسبها ولا لا تمام طيب هنا طبعا لازم اكتب اللغة الانجلزية لان اللغة العربية كرمة عمى دلوقتي نشوف هيقدر ان هو يعملها ولا لا تمام هنا طلع لي صورة واحدة فقط انا مش عارف ليه صراحة احيانا جوجل بيستهبل شوية بس زي ما انتشايفين ان صورة واقعية جدا تمام يعني كان الهدف ان انا اطلع صور احسن بكتير ولكن بصوا خليني اشيل مسلا اللي هو فلاك والكلام ده كله وخليه فقط لحد اللي هو ايه كراون تمام وهنا انسخ نفس الفكرة واحطها عندي على اللي هو الايه الخاص بمايكروسوفت اللي هو اللي هو الكوبايلت تمام واشوف بالفعل هلا يطلعه لي زي ما انا عايز ولا لا فخلينا نشوف يعني انا هنا قول ترسم على جوجل تمام طلعه لنا بشكل كوميدي الصراحة تمام وهنا طلعه بشكل جميل يعني انا هنا شايف ان الصراحة طلعه بشكل جميل جدا جدا الصراحة يعني وهو لكن انت زي تقدر تعدل عليه كمان يعني هنا طبعا انت يعني بترسم حاجة وهتعدل عليها والله طلعه لي بشكل اجمل يعني هنا طلعه لي بشكل يعني اجمل بكتير حقيقي يعني فهمني لا حقيقي طلعه لي بشكل اجمل بكتير يعني الكوبايلت الصراحة طلعه لي بشكل اجمل بكتير فهمني عكس يعني هو يمكن عشان انا بحب شوية الكارتون فطلعوا لي بشكل كرتوني حلو والله هو طلعوا لي بشكل كرتوني حلو جميل لا اعجبني لا اعجبني الصراحة يعني عشان هو يمكن عشان بحب بشكل كرتوني اكتر فيبني بس برضو عشان ما اظلمهوش. خليني يا سيدي يعني اجرب ارسم حاجة معقدة. خليني ارسم مسلا الرجل يجلس ويظهر فقط ظهره للكاميرا. هنا اشوف الصراحة يعني خلينا نشوف الصورة هتطلع عاملة ازاي يعني انا حاولت ان انا اعمل حاجة مختلفة يعني عشان نشوفه الواقعية شوية ب بس طبعا ما ايه مظهرش وشه يعني. تمام? طيب انا دلوقتي بارسم وانا مش متعود ان انا او يعني مش متعمد ان انا ارسمي الوش. طيب خلينا نشوف. هنشوف الصورة عاملة ازاي. طبعا ان هنا انا رسمت عندي على كوبايلت. تمام جميل. انا صراحة جميلة. تمام زي ما انت شايف. حلوة. الدنيق افاة. حلوة. وماسك كوبايتين قهوة. ما طلبتش ان هو يمسك قهوة بس ماشي. هنا شايفين بقى هنا بقى الواقعية عاملة ازاي? بصوا. لا هنا ب وضع اختلف. يعني شايفين او صراحة البطاطس الده اللي كانت حلوة شوية. يعني انا لحبيت صراحة البطاطس بتاع كوبايلت اكتر. اللي انا حبيتها اكتر بامانة. ولكن هنا الواقعية بصوا جدعان عاملة ازاي? يعني انا مكنش متعمد انا رسم ذات الارواح ولكن انا قلت ان هو يصوره لي من خلفية. بس عموة يعني هو للأسف مش راضي ان هو يصوره لي من خلفية. ولكن بص هنا. بصوا الواقعية عاملة ازاي? شايفين الاعكاس حتى بتاع النظر على عينه? شايفين الشعر ال ابيض? يعني الراجل ده اساسا ممكن نقول في الخمسة وتلاتين اربعين من عمره يعني. شايفينك ده عني ايه ده? يعني لو احنا رحنا على المقابل. هلاقي عندي مسلا ان الصورة تحس ان هي مرسومة اكتر من انها صورة واقعية. لا انا تلاقي الواقعية بغباء. يعني اتلاقي الواقعية بغباء يا راجل حتى حطل لك لوجو الريبان الخاص بالايه? لو طبعا اللي هو الريبان الخاص بالنظارة. بس يعني هنا الصراحة لا ايه الجمال ده? طيب تعال انجرب حاجات ثالثة. يعني او بس خ اعرفك الاول ان انت ازاي تقدر تعدل على الصورة. لو انا افترضت هنا يا سيدي جيت حبيت ان انا اعدل على الصورة دي. تمام? اجي هنا اعمل عندي على تعديل. اجي هنا احدد عندي على الجزء ان انا حابب اعدله. مسلا افترض ان احابب ان اعدل عندي على النظارة. فاجي هنا احدد على النظارة. بالمنظر ده كده. تمام? واكتب مسلا يا سيدي عدسة نظارة حمراء. اه تعال نشوف. ده امام? يعني انا قلت ان انا حابب ان انا اخلي عدسة النظارة تكون حمراء. طبعا بكتب كل حاجة بلغة الانجليزية. عكس الموضوع معاه حلو بس باللغة العربية. ولكن للأسف ما عنديش القدرة ان انا اقدر اعدل عليه. فاهمني? مجرد فقط ان انا اقدموا لحظة. وشكرا على كده. فاهمني? يعني ما اقدرش ان انا اعمل اه اه يعني حرفيا اي شيء. هنا اقدر ان انا اخلي الصورة مسلا الف تمانين. هنا اه اللي هو جوجل للأسف ما اقدرش ان انا اخلي الصورة الف تمانين مسلا. لو زي ما تشايف ديك حالي يعني صورة حمراء زي ما انا كنت عايز فاهمني? هنا اقدر ان انا يعني للاسف ما قدرش ان انا اعدل على الصورة في اي حاجة. يعني الاعدادات هنا ما قدرش ان انا اعدل على الصورة في اي شيء. بالمنظر ده. هنا اداني الصورة مسلا عريضة. الاول ما كانش بدينا صورة عريضة. يعني هنا في جوجل ما بدونيش صورة عريضة. فالصراحة يعني من ناحة الواقعية جوجل تتفوق بشكل كبير جدا عن مايكروسوفت. ولكن من ناحية الحرية اكتر. لا مايكروسوفت ميديك حرية اكتر. ولكن يعني حرية في تغيير حجم الصورة. ولكن جوجل بتديك الحجم او يعني بتديك الميزة انت تقدر تعدل على الصورة. اه بجانب برضو ان احيانا يعني عندك اللي هو الاسطيلات الخاصة بالبطاطس. تمام? يعني مسلا الصورة دي. عجبتني اوي اوي اوي. يعني لدرجة اوي بغباء يعني. مسلا الصورة دي عجبتني اوي. فمني قادر ان اخدها عريضة عشان خاطر استخدمها كصابني المسلا عندي على اليوتيوب. جوجل مفيش كلام ده. لازم ان انا امل الفراغ ده عن طريق الفوتشوب. يعني الفراغ ده لازم ان انا املها عن طريق الفوتشوب. عكس اللي هو مايكروسوفت. اقدر ان انا مسلا استخدام بقص خلالي كيوت اكتر والله جميلة. ان الاول كانت حلوة بس دي بقت اجمل. فميلا تشاهد بقصة جميلة ازاي? دي كانت حلوة بس هو خلالي يعني كيوت اكتر. يعني حطي اللي هو بقوطة يعني. تمام بس فيش اي حاجة تاني اقدر ان اتكلم فيها. طبعا الموقع بقى بيديك بعض المبايزات الاخرى ان انت تقدر تعمل موسيقى. ولكن طبعا انا مش هتكلم على النقطة دي. انا ممكن اكتب الكلمات اللي انا عايزها وهو اوتوماتيكا يعمل لموسيقى. طبعا للاسوا ما بدعمش الموقع ده اللغة العربية. في مواقع اخر بتدعم اللغة العربية لان شاء الله موسيقى. ولكن طبعا بغد يعني يعني باي حل اللي حوالي انا مش هتكلم على الميزة دي. عشان خاطر ايه ما ينفعش ان انا هتكلم عنها يعني. وبس خلاص ده كان الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم افتفتتم منه. واسف على الاطالة وشككم بازن الله بقى فيديو جديد. مع السلامة.